السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالجدد ترحب ونتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير فيديو اليوم هاد المقروض البنات انا هاد السنة مكنتش غادي نشارك المقروض فى القناة مكنتش غادي نعدله الرمضان لكن دو وقتني واحد صديقة بواحد المقروض حمقني قلت لعطيني الوصفة غادي نعدله وقلت غادي نجربه اذا جاني فى حل تطول السيدة غادي نشاركه معكم واذا ما جاشين ما غادي نشاركه والحمدالله اصدق رائع معلك بنين كل شي فى فى هذا الوصفة هدى ان شاء الله كيف اش عدلت هذا المقروض هدا كيجيب هات الشكل شوفه معي معلك ورطب وشارب العسل مهم غادي نخليكم تشوفو الفيديو المكوناس حالي كتشوفوا معي نص كيلو ديال سميدة الرقيقة اللي كنعدلوها فى بغرير معها ملعقة صغيرة ديال حبة حلاوة وملعقة صغيرة النفاع ملعقة السكر كبيرة ملعقة صغيرة عمرة ديال القرفة ملعقة صغيرة الحلوة ملعقة صغيرة الحلوة الزبدة مدوبة مخلط كاس مع الزبدة والزيت وعندي نص كذ المظهر والماء هذين قد نعجن بيهم من بعد دابا قد نبسس هاد المكونات النشفة كاملة حطيتها هنا معلش هنال الفيديو تقطع ولكن نفس المقادر اللي سورت لكم هى هذي وقادي نبسس هاد الكاس مدوب مع الزيت نص زبدة ونص زيت قد نبسس هاد المكونات كاملة نخلطها بالزبدة ونشرب هذيك السميدة هاد المادة الدهنية نشربها مزيان بيدي ونخليها ترتاح السميدة ضرورية البنت من العوامل للنجاح للمقروط هي السميدة استعملوا السميدة الغليطة لا تستعملوا السميدة الغليطة استعملوا السميدة الرقيقة اللي كتستعملوها في البغرير كنأكد على السميدة لانه من العوامل للنجاح هي السميدة تكونوا اخترتوا النوع المناسب نبسس في حل قتلكم هاذي مزيان ونغطيوها بلاستيك غدائي ونخليوها ترتاح بالنسبة الراحة هاد البسبوسة او هاد تشرب هاد الزبدة والزيت قدش مبغيتوها من جال ساعات سائه حتى الليلة كاميلة قدش مبغيتوا قدش مبغيتوها قدش مبغيتوها قدش مبغيتوها قدش مختصر هنجيبه هنهي نصف كاس دي الماء الظاهر غديم كوبوهولئة وفقد نجيب كاس دي الماء سيقوم مش معه شوي بشوي السميدة تختلف من نوع نوع فا كمياد الماء شويت وقفوه اشتركوا الاجينة بحالة القوام هذا يعني خفيفة شوية مشي قصح طبعا لانه باقي كتزيت شرب ومشي مشكيه لحتوي اذا خدمناها شوية بجديك الدقيق تجوج مغارف الدقيق اللي عملناهم يتلقوا الخيط ويساعدوا لنا بمقروض ديالنا ايجي شابر ما يتفتتش في الزيت فانا كنجمع شوية هنا علما كنشوف ديك سميدة كتشرب لي فحالة قطتكم وخاجي خفيفة شوية لانه غدي نخليها ترتاح واحد خمسة دقائق او لا ربع ساعة فغدي نجبروها اه شربت هاي يشوف هنا هي خفيفة ولكن رهها غديت شرب غدي نغطيها ما كملتش ديك الكسر ردتلي من سكس ديال الماء فحالة قولتها تشيكي اختلاف الحساب النوعية ديال ساميد المستعمل هنا عندي اه العقدة ديال التمر اه اه اي عقدة كتعدلوها انا شاركت معاكم العقدة من قبل في القناة اللي بغيتو اه 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 تستعملوها غدي نعدلوه الحradoر وقاقين حالات شكل هاذه هاد الفمار وغيتو اضافه окرجاء نشكل الحرب نشكل المقروض نشكل المقروض نشكل المقروض نشكل السامت نشكل البودان العرض 1 ججون 3 سنطين لا نضغطه من المسكين نضغطه الثمار ونشده 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 ثم نشده ونرد البودان ونحرب له ونعود للشكل نشكله نشكله ونحرب لا نضغطه نقطع نقطعه نقطعه بشكل مائل ونحرب ونضغطه لا نضغطه لانه نضغطه ونضغطه نضغطه نضغطه هيا المشم لديه ونستحاب نكمل الكميه في نصفة طريقة تحبطه خلف يجب في نصفة طريقة سهله يوجد 1.5 كيلو تسميدار ثاني و 1 ضغية بين التحضير والقلية والتعسيل نستمر و نكمل كميات كاملة بحلقه لكم 1.5 كيلو ضغية كما تقوم بحلقه لكم الغلية كما ترغب بشكل مقروط و لا يشرب العسل تقريبا العرض على العرز من 1.5 كيلو و كانوا يكبون بشكل مائي و يتم دعوه و يمكنك اتسه و يمكنك اتسهار الى 5-10 دقائق و يمكنك اتسهار الى صغير هنا يوجد ازيت يوم الساخن تنزل حبات في نفس الوقت و تغطسهم في الزيت و تهزهم في نفس الوقت لا تقشي سحديهم في الملعقة أو شيئا نهائيا تتحرك غير هذه الشبكة في وسط الزيت وتتحركها بشي يأخذوا اللون واحد ويأتي بطريقة القليل البنت يأتي اللون موحد سواء في الشبكية سواء في المقروط أي حاجة يأتيكم لون واحد ويأتي تقلوا كمين دقة واحدة وفي حال ما رأيته معي مجرم منهم في العسل يأتي بهم دقة واحدة في العسل ويأتي لا تقشي نزل واحدة بوحدة وهذه مهمة ويأتي تسربي ويأتي نتقونا في اللون دير التحميره وكذلك في القليل سوف نستمر بحالات شكل ونخليهم في العسل يشربوا مزيان أنا غير نعملها جوج القليل ونخليهم في العسل براحتهم عادك نعمل قليل أخرى إذا عندكم كميات العسل كافية عملوا جوج ديال طنجرة وعملوا جوج قليل هنا وخليوهم عملوا جوج قليل تجدادين في طنجرة أخرى وما تزولوا القليل الأول من العسل حتى تقليوا القليل اللي مورها فهنايا كتخليوا المعسلات ديالي لكم إشربوا العسل في أطول وقت ممكن هنايا صافية أنا كنعسل هادو نخليهم في العسل وندوز كذلك نعمل قليل أخرى صافية حتى نكمل كميات ديالي كاملة بنص طريقة هاي شوفوا معي التحميره لون واحد والشكل دياله رائع نستمر في القليل ونعسل حتى نكمل كميات ديالي كاملة حالك تشوفوا معي البنات ما ترتقوا ما تشي حاجة ما تشي لتعقيدات ولا المقروط ما تنجح لك شي ولا تشي حاجة أنا بداية سأشكر صادقة لأنني عملت بمقروط سابقا وماللي قاية صاحبتي جاني أحسن جاني أحسن في القاوم دياله فتعلي كدياله فأقول ضروري نجربوه ونشاركو معاكم كذلك بمناسبة شكرا على الوصفة فأقول لها شكرا بزاف على الوصفة نجحت لي وجات لي رائعة وتنتم إن شاء الله نتمنى تنجح لكم وتحصلوا على النتيجة التي تبعوها شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله رمضانكم مبارك كريم شكرا